صباح خير مشاهدي قناة نايل لايف ونهاركو دايماً سعيد مليام بالأمل والتفاؤل ليه ما يبقاش عندي أمل وتفاؤل لما ألاقي مصر بتحتفل بافتتاح أكبر كتدرائية وأكبر جامع في الشرق الأوسط فين؟ في العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة اللي كان فيه ناس كتير أو بعض الناس يعني كانت بتشكك في أنه العاصمة الإدارية الجديدة دي هيحصل فيها حاجة في القريب حقيقة افتتاح جميل جداً لأكبر كتدرائية كتدرائية ميلاد المسيح وجامع الفتاح العليم حقيقة افتتاح جميل جداً مبهر جداً ليه ما يبقاش عندي أمل وتفاؤل لما ألاقي قداسة البابا تودروس بابا الأسكندرية وبطريلق القراسة المرقصية بيلقي كلمة داخل الجامع أكبر جامع في الشرق الأوسط الفتاح العليم وبيقول وبيعيد وبيزيد في المحبة وبيزيد في الأخاء ما بين المسلم والمسيحي وبيتكلم وبيقول أن غذاء الجسم هو العيش ولكن غذاء الروح دايماً بيبقى في الأماكن الدينية ليه ما يبقاش عندي أمل وتفاؤل لما ألاقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بيلقي كلمة داخل القدرائية ميلاد المسيح وبيتكلم عن أن واجب على كل مسلم أنه هو يحافظ على مش بس الجامع يحافظ على الجامع وعلى الكنيسة ويحافظ كمان على المعبد اللي هو قصد المعبد اليهودي يعني الأديان السماوية أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نعترف بكل الأديان السماوية وكل الرسول والأنبياء اللي سبقوا الرسول عليه الصلاة والسلام ليه ما يبقاش عندي أمل وتفاؤل لما يبقى فيه أكبر رأس فيه أكبر يعني شيخ الأزهر الكريم اللي هو الدكتور أحمد الطيب بيتكلم وبيقول أنه احنا تاريخاً فيه كثير من المغلطات وكثير من الأقويل الغلط اللي لازم تتصلح وده في إطار طبعاً الإصلاح الخطاب الديني اللي احنا بقالنا سنين بحاب نحاول أن احنا نطوره ونحاول أن احنا نصلحه كل سنة وحضراتكو طيبين عيد ميلاد مجيد كل أقباط مصر ومسيحي مصر بكل خير بإذن الله تعالى على مصر وعلى الأمة الإسلامية النهاردة 7 يناير 2019 سنة سعيدة علينا جميعاً اليوم كله النهاردة مليء بفقرات خاصة بالاحتفال بالعيد الميلاد المجيد معايا ضيفي معايا من ضمن الفقرات عندنا كرال اللي بيمثل الكنيسة الارثوذكسية الدكتور أسامة عشم أستاذ الموارد البشرية والخبير العلمي في التدريب وقائد كرال الكنيسة الارثوذكسية عندنا كمان فقرة خاصة بعنوان روح وعيد الميلاد المجيد مع الأستاذ يونان مرقص الكاتب والباحث في التراث القبطي عندنا فقرة كمان عام مع المرنم عماد نظير نظير حنسمع منه ترانيم جميلة جداً حيشرفنا في الستوديو كمان ضيفي القمص لويس عويدة والشيخ علوي ونتكلم عن السامح والتعايش في مصر وقال دي إيه إحنا زي ما قال السيد الرئيسة عفتاح السيسي إحنا واحد وقال وكرر إنه لازم نحافظ على الشجرة الجميلة دي اللي إحنا بنحاول نزرحها في مصر حاضر مش هطول لكن يعني لوحدي النهاردة يا أستاذ غادة فالتقارب ما بين المسلم والمسيحي وهذه الشجرة الهامة جداً إنه هي لازم تسمر بإذن الله في مصر وتنشر هذه السمار في جميع أنحاء العالم رسالة سلام رسالة محبة من مصر أرض السلام لكل العالم عشان تبقى قدوة في احترام الأديان واحترام الآخر في كل حتة في العالم نهاركو سعيد